موسيقى أهلا وسهلا بكم مرحبا بكل واحد في بلدنا الشمال إفريقيا وكل بلدنا العرب في أحيانا نتساءل ليش هذا العالم فيه كثير مشاكل فالمشاكل تأتي من الأشخاص وتأتي من الناس مثلنا فلماذا ترى أن الإنسان أصبح محقد يعقد الأمور في كثير مشاكل في هذا العالم وفي مجتمعاتنا لقد شاهدنا وأملنا كثير من الكتاب المقدس وقد عرفنا أن المشكلة الحقيقية لكل إنسان هو الخطيئة الخطيئة هي دخلت الإنسان ودخلت المجتمع من خلال التشويه ربما الفكري ربما التشويه العلمي أو التشويه لمعرفة الأشياء الحقيقية أو حتى بعض المواضيع والقوانين اللوادي التي أعطاها الله للإنسان وكل البشر لكن عصيان الإنسان لله واستقلال منه يعني سقط الإنسان وتغير الإنسان وتغيرت الوضعية للإنسان فيما يخص علاقتهم مع الله اليوم رأي حين نشهد القضية هذه الخطيئة أو السقوط الإنسان السقوط الإنساني يعتبر شيء العظيم يعني عظيم في تغيير الوجه الروحي للإنسان فعظيم لأن الإنسان يبقى مستقل من الله حتى أن يأتي الله بحل جديد وربما أنه نعرف أن الله له سلطة وله قدرة فهو قادر أن يكون أن يعطي خطة جديدة للإنسان حتى أن العظم أو القدرة تع العصيان أو الخطيئة تصبح ليس لها فائدة وتنقص منها القدرة على الإنسان لقد عرفنا من الكتاب المقدس أن الخطيئة كانت جاءت من رجل وإمرأة اسمهم آدم وحوة الأبوين الأولين في وجودهم على الأرض قد عصايا أو وصايا الله من أكل من شجرة معرفة الخير والشر إخواني لقد نتسأل مرات عديدة ليش وعلاش لماذا هذا الأمر لماذا كيف حتى حصل هذا وكيف حتى حدث هل الرب لم يستطع أن يحمي أو يخلي إبليس بعد عن الإنسان حتى لا يأثر فيه الأمر الأول هو أن الله أعطى حرية تامة للإنسان أعطى حرية مطلقة للإنسان أن يختار أن يكون حر في أخذ أي قرار فيما يخص هو شخصيته أو فائلته أو حتى في مجتمع انتها لم يأخذ هذا الإنسان لم يأخذ قرار أن يطلب من الله أولا حتى أن لا حتى أن يناقش ما هو السبب الذي جعل الرب يقول أنه ممنوع الأكل من الشجرة المعرفة الخير والشر فذلك هو ما أمر الله في الكتاب هو أن يقول لا تأكلوا من هذا الشجرة فقط بما أن الإنسان لم يعطي الأمر لله لكن قرر بنفسه ومن بعد سقط أول شيء ممكن نستنتج هنا هو أن الإنسان يقرر لنفسه يعني استقلال أو انفصال من الله يأخذ قرار عندي أنا أنا لوحدي يعني أخذت قرار أخترت أن لا أشارك الله لا نشاركوش في القرار الذي نأخذه أو حتى لما ما نخضحش للأمور أخذت قرار وحدي هذا هو الاستقلال من الله وهذا الاستقلال يعني الحركة الأولى من الإبتعاد عن الله وهذا كما شاهدنا كما عرفنا أن هذا السقوط الإنسان هو البعد عن الله عن حضرته وهذا يخلينا من بعد ننفصل على الله وهذا يكون عنده نتائج سلبية كبيرة وتأثيرها يكون كبير على الإنسان والعائلة والمجتمع فالخطية كانت لما لمست الإنسان فكان لمست كل البشر لأنه آدم هو أبو أبو البشر فدخلت لما دخلت يعني دخلت جات الخطية في فكره ودخلت في قلبه ودخلت في حياته ودخلت في جسده الخطية تتبع الإنسان مهما كان وضعيته ومهما كان فكره فالخطية موجودة في كل حياة الإنسان لكن الرب في السلطة نتاعه وقدر نتاعه وبأن الرب محب للإنسان لا يستطيع أن يترك الإنسان لغرض لغرض نتاعه لغرض الإنسان أو حتى لغرض الشيطان لكن الرب قد أعطى الوسيلة حتى أن الإنسان يخلص من الخطية لا يقدر الإنسان بأفعاله ولبأ إفكاره ولبأ شيء أخرى حتى بالملو لأي شيء أخرى مستحيل أن الإنسان يرضى الله لأنه هو إنسان خاطئ مستحيل أن المذنب يأتي إلى الله بأفكاره ويقول لك أنا خلاص عملت أفعال حسنة وعملت أشياء التي تجتنب الخطية الموجودة في الأصل وهو عصيان الله إخواني المشاهدين الحل للإنسان لا يوجد الحل للإنسان الإنسان لا يوجد القدرة أنتاعه لا يوجد المال أنتاعه لا يوجد الإمكانيات أنتاعه لا يكون رئيس لا يكون ملك لا يمكن أن يساعدني حتى أن نجتنب الخطية الخطية الموجودة فالحل الوحيد هو من خلال الله ومن خلال وصياه أن نتبع الله سبحانه وتعالى وخاصة من خلال المسيح لأن المسيح لما جاء على الصليب هو قال أتممت كل شيء هو الذي أقضى خلاص لمرة واحدة على الخطية لكل واحد يعترف أنه هو خاطئ ويقبل المسيح في حياته يصبح إنسان جديد كما إحنا جينا ولدنا من آدم وهو بشري كذلك إحنا نولد ولادة جديدة من المسيح لأنه هو اللي اعطنا حياة جديدة في المسيح وبها نخلص وبها كذلك تكون هذه العلاقة مع الله وهذه الشركة مع الله فالشركة مع الله فهي موجودة حقيقيا مع الله لأنه من خلال المسيح اللي بدل نفسه على الصليب أعطانا الحق حتى أن نكون أولاد الله الرب قصده أن نكون أولاده بالروح وليس بالجسد لا يوجد الحل للإنسان لكن يوجد حل الله الله الإله الرب العظيم وهو الخالق الكون وخالقي يعرف كل أمر يعرف كل شيء ولهذا الإنسان ضعيف جدا بأفكار ضعيف جدا في أعماله وليس يوجد أي شيء مستحيل عند الله فالله قرر أن بمحبته أن يبدل ابنه الوحيد يسوع المسيح حتى أن كل البشر تخلص وهذا في هذا الموضوع نستنتج حاجة جيدة ولازم نعرفها وكل إنسان مؤمن يتأمل في هذا الأمر الحرية وطع الحرية وطع يعني شيئان اللي أعطاهم الله للإنسان الحرية أعطانه الحرية للإغتيار أعطاه القدرة أن يختار وأن يميز وأن يكون صميم في الأشياء اللي طلبها الله من هذا من أي شخص أو أي إنسان وطع حتى أن نطيع أمر واحد وهو أن لا نأكل في شجرة معرفة الخير والشاير إخواني سنتوقف هنا ونعود بعد قليل ونتمم المشاركة والدراسة في هذا الموضوع بعد قليل عودة ثانية معكم ونتمنى أن الله بروح القدوس يرشدنا ويقودنا ويعطينا حكمة ويكون عنا الفرصة حتى أن تكون علاقتنا علاقة حقيقية مع الله مع الرب الحقيقي وأتمنى أيضا أن المسيح الذي أتى حتى أن يخلصنا يعطينا القدرة حتى أن نفكك ونكسر القيود التي كانت من زمان في حياتنا وهي القيود الخطيئة أتمنى إخواني أن نقضي هذا الوقت مع بعض حتى نتأمل في هذا الموضوع موضوع حركة الإنسان أو موضوع الذي يهم كل شخص وهو موضوع الخطيئة هو السؤال الذي يمكن أن يسألك أي شخص في حياته لماذا الخطيئة لماذا الإنسان غير ملازم أو ملتزم بالأشياء الحسنة لماذا الإنسان أو البشر يعمل أشياء فسنة لما نشوف الحروب لما نشوف العنصرية وكل ما يحدث في العالم فنتسأل لماذا وهذا هو الأصل الخطيئة وأصل المشكلة الموجودة في هذا العالم لقد كما ذكرت وقلت في الأمر أن الخطيئة أتت من إنسان من أخذ قرار مستقل من الله أن الإنسان آدم أخذ قرار باش خير لنفسه وقال أنا ما نأمرش الله ما نقولش للله وما نشاركوش في القرار اللي رايح نأخذه باش نأكل في وفي نفس الشيء لما نأخذ أي قرار في حياتنا وفي العمل ولا في الدراسة ولا في العائلة وفي المجتمع نأخذ قرارات ولا نأخذ قرار حتى أن نطلب من الله أن يكون معاون لنا يعني باش يعاوننا باش يساعدنا في هذه الأمور وهذا هو المشكلة الكبيرة لما نأخذ قرار أو نعمل أي شيء أو أي فكر فننفصل على الله ونطرك الله من الجانب كأنه ليس علاقة ليس لديها علاقة معنا أو مع المجتمع لكن في الحقيقة الناس اللي عرفوا الله أو الناس اللي يطلبوا الرغبة الله في حياتهم هم الناس اللي يطلبوا من الله باش يكون هو اللي يساعدهم ويقود حياتهم ويقود الحاركة اللي رايح نقوم بها آدم عمل هذه الخاطية ونحن مش مش بعاد على الخاطية عن الخاطية تسكن فينا وفي نفس الشيء احنا عندنا طبيعة طبيعة آدمية وعندنا طبيعة يعني فسدة ولهذا لو أخذنا قرار اليوم أن نصلي ونطلب الرب باش يرشدنا وباش يساعدنا فالرب رايح يصلت على كل المشاكل ونحينا كل الخطايا اللي عملناها ويحررنا ويعطينا القدرة باش نكونوا في حضرتهم لأنه مستحيل إن الإنسان يقترب لحضرة الله مستحيل أي إنسان لأن الله عظيم وجبار وليس فيه أي عيب لكن الإنسان فيه عيب والله لا يقبل أي عيب وأي خطية أمامه أمامه ولهذا ينبغي أول الأمر وأول شيء أن نعترف وندخل في حضرة المسيح ونطلب منه المغفرة حتى يكون عندنا الدخول لله والروح القدس القنى الحرية والطاعة هما الشيئان الحرية هو أن الله أعطانا الحرية وأطلب منه أن نطيع الله ونطيع أوامه فمن يعتدي على الله هو أن يستعمل الحرية الحرية المطلقة الموجودة للإنسان لأن الله أعطانا الحرية لكن حقيقة عندها حدود لا يستطيع الإنسان أنه يعمل كل شيء في العالم لأن الله في قدرة مستطاع لديه أن يوقف الإنسان في بعض الأشياء وهذا نشهده في حضارة حضارة الإنسان وحضارة كل الشعوب الموجود في هذا العالم أنه تدخل الرب بقدرته وسلطانه حتى يوقف بعض الكوارث التي كان في أصلها إنسان أو شخص لديكتاتوري أو إما إنسان آخر فنؤمن أن الله يستعمل سلطانه ويستعمل قدرته حتى أن كل شيء الموجود على رب تم تجد اسمه الأكل في الشجرة من معرفة الخير والشر هو إعلان واقعي لاستقلال الإنسان من الله هذا الاستقلال يقودنا كثير إلى ما نشوفه اليوم إلى حركات أو توجيهات تخالف توجيهات الله وتخالف أمور الله ولهذا التأثير الخطيئ على الإنسان لازم يعرف كل إنسان ليس فقط أن الإنسان هو الممكن يرجع الأمور إلى أصلها أو نحي الخطأ لما نقول أنه ما فيش أي إنسان يعني ما فيش أي مجتمع أو أي عالم أو أي حاكم في هذا العالم مستطاع لديه أن يغير الأشياء أو غير الأوضاع يعني فيما يخص بكل وضوح وبكل يعني أسلوب صريح أنه ما فيش أي شعب أو ما فيش أي إنسان بأي ديانة أو أي فهم كان أن يغير الوضع الموجود على الأرض إما بالفكر أو بالكتاب أو بأي شيء مستحيل بفضل الله حقيقة نرى هذا أنه الوضع يتغير بسلطان الله اللي هو يقودنا ويرشدنا نرى في التكوين الإصحاح الثلاث يذكر السقوط الإنسان اللي عنده الكتاب المقدس ممكن يرى سقوط الإنسان ويرى كيف كيف كانت الحية اللي كانت هي أصلا هي اللي جعلت الإنسان يقوم بأشياء لما يرضيش بها الله ونقرأ بعض الأعداد في التكوين عدد تكوين ثلاثة والعدد واحد إلى إلى ستاش وكانت الحية أمكر وحوش البرية التي صنعها الرب الإله فسألت المرأة أحقا أمركم الله أن لا تأكل من جميع الشجر الجنة فأجابت المرأة يمكننا أن نأكل من ثمر الجنة كلها ما عاد ثمر الشجر التي في وسطها فقد قال الله لا تأكل منه ولا تلمساه لكي لا تموت فقالت الحية للمرأة لن تموت بل إن الله يعرف أنه حين تأكلان من ثمر هذه الشجرة تنفتح عينكما فتصيران مثله قادرين على التمييز بين الخير والشر فيمكنكم القراءة إلى حد كفية إلى حد إلى العدد الأخير من هذا الإصحاح الثالث في الكتاب التكوين فنرى فنرى أنه فيه استغلال أو من الحية أو استغلال من إبليس في فقر الإنسان أو في عدم فهم الإنسان أو حتى في عدم طاعة الإنسان لله فيستغل إبليس هذا الفقر فأخذه إلى ما يقوده إلى الموت وهذا أصبح اليوم هذا شيء لمستحيل للإنسان أن ينحيه في حياته يعني يتركه أو يخلي فالمدة الروحية للإنسان أو حتى المدة الموجودة في الإنسان أو الجسد أو الروح يعني أصبح ذو خطية وأصبح مكتمل بالخطية وبعد الله ونعرف أنه في في الحقيقة في هذا في هذه الحكاية الموجودة في الكتاب المقدس يعني ليس حكاية حتى نحكيها لكن هو درس حتى يعطينا الفرصة لكي نفهم أكثر وهو غرض الله في حياتنا نرى أنه غرض الله في حياتنا هو أن تكون لنا الحياة الأبدية لكن ما هي الحياة الأبدية في أول الأمر في التكوين الله لما خلق الإنسان خلق آدم هو باش تكون له حياة أبدية حتى أن تكون له حياة أبدية لكن الإنسان قد عصى وصي الله وأصبح سقوطه سقوطا مطلقا وليس له إرادة أن يدخل الجنة مرة ثانية وقد نفي من الجنة لأنه عصى كلاهما عصى وصي الله وهذا نستنتج منه أنه استقلال من الله الحرية التي نأخذ نأخذها في أي مجال هو حرية التي تقودنا تقودنا يعني بالروح حتى نؤمن بالله أنه هو الذي حقا أعطانا الحرية وبهذه الحرية نستفيد مرة أو مرات عديدة حتى نأتي لله ونطلب منه إرشاده حتى في أي قرار وأي اختيار لنأخذه يا إما في الزواج يا إما في درسة نطلب من الله أن يقود حياتنا يقود حياتنا الفكرية يقود حياتنا اليومية مع العيلة ومع الوسط حين نعيش فيه فحبيت أن أقول وأريد أن أشاركم أنه الخبر الأخبار الصارة الموجودة في الكتاب المقدس والإنجيل هو الخبر الذي أعطاه الله للإنسان إيماننا بالمسيح المسيح هو الأول الذي غلب الموت قام من الأموات فهو أول شخص يقوم من الأموات لأنه لا تستطيع الموت أن تكتمن في الموت لأن السلطة وقدرة الله كانت عظيمة حتى أن نكون له حياة أبدية فالمسيح يعطي لكل شخص الحياة الأبدية لمن يؤمن به وأنا أريد أن أصلي ونطلب من الله أن يعطيكم حياة أبدية من خلال المسيح لما جربوش لو ما قدرش يعرف المسيح فممكن يطلب منا هذا الشريط الدي في دي لحياة المسيح فممكن يعرف يعني مهام هذا الشريط هو أن يعرف أكثر على المسيح ما قاله وما فاعله وما جعله أن يكون مخلص لهذا العالم ونحن نبعثوه مجانا لكل شخص وكذلك عندنا الإنجيل المقدس أي شخص يطلب منه فما نحن نبعثوه مجانا لكل إنسان فنحن مصرورين لكي نبعثوه لكم الكتاب المقدس أو الإنجيل فإحنا شرفنا كثير أن تعرفوا عن المسيح من خلال قراءتكم لكتاب المقدس والإنجيل فقد وصلنا إلى آخر هذه الحصة نطلب من رب أن يساعدنا وأن يرشدنا ويكون معكم وإلا فرصة أخرى بحول الله ونطلب أن الله يبرككم ويساعدكم ويكون في عونكم في كل مكان وفي كل وقت مع السلامة ومرأة أخرى إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة